طبعاً أنتوا عارفين الواحد لما بيبقى في اليومين اللي هم الأجهزة الخميس والجمعة دول دماغه بتقعد تودي وتجيب أنا أصلاً دماغي عمالة تودي وتجيب تحديداً في إيه بقى؟ في مسألة التصنيع الزراعي بقى لها فترة فترة مش هينة خالص يعني ده خلي يجي على سنة وقعد عمال أعود أقرع على المحاصيل اللي بتتزرع في مصر ما بين المحاصيل اللي احنا عارفينها بشكل تقليدي أو المحاصيل غير التقليدية وبعدين يشأل علي القدير أنه أنا قاعد أتفرج دلوقتي على تقرير من أصوان على زراعة الحنة حلو؟ طيب أنا بقى كنت قاعد عمال أقرى جامد جداً خلال أسبوعين اللي فاتوا على إيه؟ على زراعة حاجة اسمها أشوانجا أو الجنسنج الهندي وبعدين لقيت أنه النهاردة الرئيس عنده اجتماع وبيشتغل على مسألة توفير كافة تسبل النجاح لإستصلاح الأراضي الأراضي المستصلحة دي الأراضي البكرة دي هي اللي تصلح جداً قوي خالص للأشوانجا طيب اللي أنا قريته دي معلومة مش بالضرورة تكون دقيقة مية في المية اللي أنا قريته إحنا بنستورد أشوانجا أو جنسنج هندي بقيمة قد إيه كل سنة الأرقام اللي أنا قريتها تصل إلى حوالي 2 مليار دولار سنوياً ماشي الكلام؟ طيب بنستورده ليه؟ بنستورده علشان بيروح لشركات الدواء وبنستورد الجزء التاني اللي بيبقى أقل شوية بيروح لمحلات العطارة وما إلا زلك هذه العشبة أو هذه الجزور يعني جزور واضح إنها مفيدة في أكتر من حاجة حاجات كتير جداً حد سوالة حرج وبالتالي شركات الأدوية ومصانع الأدوية اللي موجودة في مصر بتستورد هذه النبتة أو جزور هذه النبتة وبعدين تطلع مستخلصاتها وبعدين تاخد المستخلصات تاخد منها بعض المشتقات علشان خاطر بتصنعها أو بتدخلها في مستحضرات دوائية وتجميل وما إلى ذلك حلو؟ طيب هل إحنا عندنا في مصر زراعة أشوانجا؟ آه عندنا هل هي كتيرة؟ لا هل هي تكفي السوق المحلي؟ برضو لا طيب ليه مش مكفية السوق المحلي؟ على حسب ما أنا قريت أنه شركات ومصانع الأدوية عندنا بتفضل الاستيراد عن استخدام المنتج المحلي بالرغم أن المنتج المحلي واحد هيبقى رخيص اتنين مش هيكلفني عملة صعبة طيب نعمل إيه؟ أظن هنا بقى لازم تشبيكة تحصل ما بين وزير الزراعة هذا الرجل الفاضل اللي أنا أثق فيه جداً وأثق في رؤيته جداً سادة الوزير السيد القصير وما بين وزير الصناعة صادقنا وزاملنا في البرلمان موانس أحمد سمير التشبيكة ما بين الاتنين على زراعة الأشوانجا توفر اثنين مليار دولار وتشغل إيد عملة يعني توفر علي عملة صعبة عشان هو يصلح يتزرع هنا مش ما يصلحش يصلح جداً أوي خالص على حسب ما قريت والمتخصصين يفتون في ذلك وهوفر دولار وهشغل إيد عملة وهصدر لو أنا خليت أنه أقدر أزرع أكتر من احتياجاتي المحلية أقدر أعمل المستخلصات بتاعتي والمشتقات بتاعتي وصدرها بره لأنها ما ينفعش تتزرع ولا في أوروبا ولا في أمريكا فالناس دي أكيد عايزاها خد من عندي بقى وهنرخص وهدي لك نفس الآيه الجودة ينفع؟ أظن والله مرة لازم نقابل سيد وزير الزراعة نقابل السيد وزير الصناعة ونكلم معهم في هذا الموضوع أتمنى 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 أن الفكرة دي تنجح أتمنى زلك